قصة النهاردة عن عقد التفولة اللي بتخلي جوانا وحش بيفضل يكبر ويتغزى على همومنا ومشاكلنا لحد ما يعلن عن نفسه لما نكبر ويظهر يبتدي بقى الوحش ده يظهر جوانا بيكون في كامل قوته والسيطرة عليه بتبقى صعبة جدا وده اللي حصل مع نسرين بطل القصة حقيقة النهاردة نسرين بعتت تقولنا على خاطبها بحس اني عايزة حطله سمه في الأكل او قتله مع اني بحبه ورغم انه اكتر انسان حسسها بالأمان بس هي طول الوقت خايفة لاحسن يسيبها بتتعمد تبهدله وتعامله بأسوأ ده غير انها لائن جابين وبتكره الأطفال وكمان بتكره الرجالة والستات بس لما حكت بقى حكايتها عرفنا ايه اللي حصل اتعرضت لخيتان وهي طفلة بالعافية شفت بابها واخوالها وما بيدربوا مامتها وقصوا خلتها شعرها او خلوها هي قصت شعرها من كتر القهر لحد ما اتجوزت وبعدت عنهم عشان كده ومنورنا ومشرفونا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه مع نسرين ازيك يا دكتور بحشتيني يا سيدي وانت كمان منوروني يا حبتك نورك يا روح قلبي ونور البقاء ايه رايك في قصة النهاردة في حاجة اسمها من الحب ما قتل بوسي احنا مها بعد بقالنا قد ايه انا اول مرة احنا بقوا مرة اكاد بقى نوتشا ميفوتنيش فيه بوينت مرعبة جوه اه فيه حاجات لازم نقف عندها اول حاجة هتكلم عليها المراية يعني ايه المراية يعني الانسان صحته وافكاره وتصرفاته هي مراية للشيلة بتاعته اللي جوه كويس فهتلاقي انه اللي هي النسرين بتكتبه ده هي مراية للحياة اللي هي عاشتها الطفولة القهر تفرقة بين الرجل والمرأة المرأة المقهورة او الطفلة المقهورة او معندهاش طبعا ذكرت الامان اكتر من مرة صح وقالت مفيش حاجة مضمونة اكتر من مرة وقالت على البنات ان هم منفسينين وخينين وكلمات بوسي وقفت عندها جدا فواضح ان هي معندهاش اي شيء ايجابي فكراه او مش فكراه فحياتها فهمه قصدي يعني هي طفولة حزينة وبالتالي هي في حاجات فكرها حكيتها ايه بس في حاجات تانية هي مش فكراها لانه في حاجات بتحصل واحنا اطفال مش ممكن نفتكرها الختان بيعمل ايه في البنات الختان ده ده خاتي بالك لما قالت رجالة بيتحرشوا كلهم بيبصوا لي وبيكلم الختان ده واحنا اطفال احنا مش فاهمين قصده بيحصل عند الاطفال فالختان ده لما بيحصل بيعمل نوع من عقد التحرش يعني جزء هو بيعمل كذا عقدة بس هم اتحرشوا بيها فهم قصدي طفلة كل تعرفوا عن اللعب ومفروض انها بتلعب والمفروض فيه بيعملوا الحد ابتدائية او اللعدادي بالطريقة دي غصبا عنها دي معناها كانت طفلة 8-9 سنين 10 سنين ما هي كتفوها ويكتفوها عرب الناس لها بالزبط فده بيعمل حاجات بقى كتير قوي بيعمل عدم احساس بالامان وخيانة اهلي خانوني طبع سببولي ألم كلام ده بيحصل من غيربنج ألم مبرح ليه بيحصل من غيربنج ما عرفش في الأرياف وفرصا ايه اللي افترة ده على فكرة انا واكيد اي واحد معه معه ما اشرت ده حلق صحة اه يعني مش دكتور حاج انا شفت حالة يعني وانا طفلة شفت عند الجران في اسكندرية ناس بتصرخ 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 وفي الاخر حد شرح لي يعني انه ايه الرعب ده لانه احنا كنا ساكين في الدور التاني والدور هما في الدور الارضي في العمر اللي قدامنا فأنا بشايفة ستات لبسة اسود وعملين دايرة سودة كده وفي حد بيصرخ جوه ومش انا فيه ايه هل ده حد ما يت هل ده كطفلة فهو رعب 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 ومن غير بنج اساسي ليخ ده بيجي من ايه من غير بنج ها طب تعالي بقى عن الشقة النفسية هي طبيعي اللي يحصل لها كده انها تكره نفسها وتكره اهلها وتكره المجتمع وتكره رجال وتكره الست وتكره كل ناس وتكره كل حاجة حقها لانه هي ما شفيتش حاجة حلوة من اي طرف اه طب محدش حتى انا جدني منك وتبتعملوك ليه